يوما بعد آخر تزداد حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والتي شكلت الحرب في أوكرانيا والدعم الإيراني لروسيا ميدانا جديدا له شبكة CNN الأمريكية كشفت أن البيت الأبيض شكل فريق عمل موسع للتحقيق في وصول مكونات أمريكية وغربية إلى الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا الشبكة أوضحت أن أدلة ظهرت تشير إلى أن إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجاريا على الرغم من فرض الولايات المتحدة قيودا وعقوبات صارمة لمنع إيران من الحصول على مكونات عالية الجودة التحقيقات تكثفت في الأسابيع الأخيرة بعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها الولايات المتحدة تفيد بأن روسيا تتهيأ لفتح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة داخل البلاد في إطار صفقة مع إيران وبحسب الشبكة فقد بدأت إيران بالفعل في نقل مخططاته مكونات الطائرات المسيرة إلى روسيا للمساعدة في الإنتاج هناك في توسع كبير للشراكة العسكرية بين البلدين ولفتت الشبكة إلى أن إيران ربما تحصل أيضا على نسخ شبه أصلية لمكونات غربية من الصين بحسب دراسة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن الشهر الماضي وخلصت الدراسة إلى أن الصين تلعب دورا أكبر مما تم تقيمه من قبل في تمكين إيران من تصنيع وتزويد القوات الروسية بالطائرات المسيرة وأكد سلاح الجو الأوكراني أنه دمر عشرات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف أيلول الماضي فيما نفت طهران مرارا تزويد روسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لغزوها أوكرانيا ويقول محللون أن الطائرات المسيرة الإيرانية مشكلة كبيرة لأن العديد من الأنظمة الدفاعية القادرة على أسقاطها مكلفة جدا وهي مصممة في الغالب لمواجهة تهديدات أكبر مثل الطائرات والمروحيات وكذلك يستغرق إنتاجها شهورا عدة وربما سنوات ترجمة نانسي قنقر